هكذا أصبح العراق أرضاً خصبة للتضليل والتزوير لكن الأنكى عندما يكون الثمن دماء الأبرياء لا سيما أن من يمارس هذا التضليل هي الجهات الحكومية التي يفترض أن مهمتها كشف الحقائق ومحاسبة الجنات مجزرة جبال التي راح ضحيتها عشرون مدنياً من عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال هزت كل ما لديه ذرة من ضمير أو إنسانية لكن جهات أمنية كلفت بالتحقيق في المجزرة مارست تزويراً وتحريفاً للحقائق بطريقة فجة لتنظم إليها جوقة المحللين والباحثين كما يسمون أنفسهم رحيم كاظم عياذة الغريري يعني هو منتمي إلى تنظيم القاعدة سابقاً ومن بعدها التحق بتنظيم داعش طبعاً هو وإخوته وأبناء عمومته تهم ألقيت جزافاً دون أي تثبت قبل أن تفضحها العديد من الشهادات والأدلة المتواترة ضر معها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى الاعتراف بوجود محاولة تضليل الحكومة والرأي العام في حيثيات المجزرة المروعة لم تكن المرة الأولى التي تمارس فيها سلطات الحكومية وعمليات التضليل بحجج شتى فتحت لافتة ما يسمى مكافحة الإرهاب أزهقت آلاف الأرواح البريئة وأخفيت أخرى في غياه بالمجهول كما دمرت مدن بأكملها وشرد أهلها وما جرى مؤخراً في قرى نهر الإمام بمحافظة ديالة خير دليل على ذلك ولعل أشهر عمليات تزييف الحقائق التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية نشر جهات أمنية مقطعاً مصوراً لشاب يعترف بقتل زوجته وحرق جثتها بحضور مسؤولين أمنيين قبل أن يتبين لاحقاً أن اختفاء الزوجة التي ما زرت حية ترزق مرتبط بمشاكل أسرية وأن الزوجة أجبر على هذا الاعتراف بسبب شدة التعذيب جرائم القتل العمد والاقتصاب والترهيب التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية بعد عام 2003 تشير بوضوحاً إلى طبيعة الخرق الكبير الذي تعاني منه هذه الأجهزة فضلاً عن سيطرة السلوك الميليشيوي على ممارسات عناصرها والتي بسببها تعرضت حقوق الإنسان إلى انتهاكات جسيمة وجعلت العراق أحد أكثر الدول انتهاكاً لهذه الحقوق على مستوى العالم